أظهرت نتائج استطلاع لمركز الحياة راصد أن أكثر من نصف النواب راضون عن قدرة حكومة الدكتور بشر الخصاوني على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها كما أظهرت أن ستة من كل عشرة نواب استطلعت آراؤهم راضون بدرجة متوسطة عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي نبارك لدولة الرئيس ونبارك لهذه الحكومة ثقة مجلسكم الكريم ثقة جديدة يمنحها النواب لحكومة بشر الخصاوني لكن خارج القبة هذه المرة وفق استطلاع رأي أجره مركز راصد بعد عامين على تشكيلها ويأتي إعلان هذا الاستطلاع قبل عشرين يوما من افتتاح دورة المجلس العادية وبعد أيام على مسح مشابه أظهر أن أردنيين من كل ثلاثة أردنيين لا يثقون بالحكومة ورئيسها وفق مركز الدراسة الاستراتيجية بيئة المجمل العام النواب راضونة بشكل متوسط إلى مرتفع عن أداء الحكومة وهذا باعتقاد السبب الأساسي من خلال حديثنا مع النواب تعامل الحكومة مع الأزمات التي مرت خلال العامين الماضيين في تقرير المركز المستقل راصد توقع 85% من النواب المستطلعة أراؤهم بقاء الحكومة كما هي فيما توقع 65% بقاءها بعد تعديل موسع حوالي 85% من النواب يرون بأن الحكومة باقية حوالي 65% منهم يعتقدون بأن هناك تعديل موسع أو إعادة تشكيل لهذه الحكومة ولكن بالمجمل العام النواب يرون بأن هذه الحكومة باقية له علاقة باستمرار النواب مدام استمرت الحكومة هذا اعتقاد بعض النواب أيضا بالمجمل لهم حال الرضا النيابية عن أداء حكومة الخصونة تقابلها عدم رضا شعبي وفق استطلاع رأي أجراه أخيرا مركز الدراسات الاستراتيجية قبل عدة أيام عن هذه المفاركة يرى مراقبون أن معظم رجال التشريع ونساؤه يغردون خارج صناديق قواعدهم الشعبية